شهد الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي باهر 21 والذي يجريه الجيش الثاني الميداني يستمر المشروع لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدة القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أقن حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي باهر 21 والذي يجريه الجيش الثاني الميداني وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب نبيل قصب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتضار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرض مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل من المشروع تضمنت عرض التقارير والقرارات والخطط المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون وفرض المواقف المتغيرة وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل أثناء مراحل إدارة العمليات وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم